في إطار مكافحة الإرهاب وإثرى عملية بحث وتمشيط بإقليم القطاع العسكري خانشلا بالنحية العسكرية الخامسة تمكن تمسي مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين حيث تم تحديد هوية أحدهما ويتعلق الأمر بالإرهاب بغرار مراد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010 فيما تتواصل عملية تحديد هوية الإرهاب الثاني هذه العملية التي مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف بالإضافة لكمية من الذخيرة وأغراض أخرى تأتي لتؤكد مرة أخرى يقضت وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني حتى القضاء النهائي عليهم